تصطيف الولايات المتحدة الثلاثاء المقبل القمة الأمريكية الأفريقية الثانية في واشنطن لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 49 من القادة الأفريقة أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا الإطار عن تطلعه للعمل مع الحكومة الأفريقية للتعزيز التعاون المشترك قمة أمريكية أفريقية تهدف لتعزيز الرؤية المشتركة بشأن مستقبل العلاقات بين الجانبين القمة هي الثانية من نوعها حيث عقدت الأولى في عام 2014 بمبادرة من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس أكدت على الأهمية التي توليها واشنطن لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية لافتة إلى أن القمة تعكس التزام الولايات المتحدة تجاه شركائها الأفريقة في إطار من الاحترام المتبادل والمصالح والمبادئ المشتركة القمة الأفريقية الأمريكية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين والشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث ترى واشنطن في أفريقيا القارة الأسرع نموا في العالم وأنها ستعيد تشكيل المستقبل وستحدث فرقا في مواجهة أكثر التحديات الحاحن وفي اغتنام الفرص المتاحة أمام الجميع على هامش القمة الأمريكية الأفريقية يعقد منتدى المجتمع المدني بعنوان الشراكة الشاملة من أجل تعزيز أجندة 1963 ويمثل منصة مشتركة بين كبار الممثلين الحكوميين والمجتمع المدني ويتيح الفرصة لمنظمات المجتمع المدني أن تدلي برأيها فيما يتعلق بالفئة المهمشة في الحياة العامة وحقوق العمال ومكافحة الفساد كما يعقد على هامش القمة منتدى قادة شباب أفريقيا والمهجر الذي يشدد على الالتزام بتعزيز الحوار بين المسؤولين الأمريكيين والأفريقى في المهجر وتوفير منصة لشباب القادة الأفريقى من أجل توصله إلى حلول مبتكرة للتحديات الرهنة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد قبيل القمة بدخول الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين في بادرة تؤكد على التوجه الأمريكي الحثيث اتجاه التعاون مع دول القارة ترجمة نانسي قنقر